بداية وإثر حادثة الغرق بشطئ السابلات والتي أودت بحياة خمسة أطفال أبرقها رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون معزيا أهالي الضحايا في رسالة مؤثرة هذا نصها إلى عائلة ضحايا فاجعة السابلات بالعاصمة فقد نامع العائلة المنكوبة ببلغ الحصرة وعميق الألم في فاجعة مروعة بمنتزه السابلات بالعاصمة أبناءنا الفتية اليافعين الذين اختطفهم الموت غرقا من ساعات فسحة وتنزه تنقلوا من ولاية الامدية للاستمتاع بها وفي هذه المحنة القاسية واللحظة المؤثرة التي نتقاسمها مع أولياء وأقارب وأصدقاء الضحايا محمود حمزة بن قيدة سهيب ربحي أنس ذراويا على الدين وبن قيدة يونس عبد المطلب أتوجه إليهم وهم يواجهون هذا الظرف العصيب بصبر وإيمان بخالص التعازي وأصدق مشاعر المواساة دعينا المولى عز وجل أن يمنى عليهم بالسكينة والثبات وأن ينعم على أترابهم الخاضعين للعلاج بالشفاء العاجل ترجمة نانسي قنقر